موسيقى كانت مناسبة باش نتكلموا على البرامج الحكومية اولا شرحنا الاخوة البرلمانيين يعني الموقف ديال الحكومة في واحد العدد البروشي اللي كاينين تكلمنا على الطرفية الحالية الطرفية اللي كانت مرينة بها في هذا الشهر ديال رمضان واشي ما كتسمعو مشو لا نعم 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 في جون جولف ثلاثة الأتمين ديرهم اللي خلت أنه تكلفة طلعت ولكن رغم كل هذا كظلم أنه مع الإخوة الفلاحة للاجتماعات اللي قمنا معهم وكذلك الاتفاقية اللي كانوا خلت أنه أتمنا رجعت الواحد لمستوى اللي هو أحسن ومناسبة كانت كذلك باش نتكلمو على يعني البرامج الحكومية اللي هي كتهم الدولة الاجتماعية فيما يخص صحة فيما يخص التعليم وفيما يخص يعني الامبرواء والعشارة الانجازات كبيرة اللي تعملها في الشهور اللي داست واللي الحكومة رغم يعني الضروف اللي كتتمر فيها بعض المراك اللي كتكون صعبة هي القلط العمطاع والمشاكل اللي كتكون بتروحة فهي واخد الركاب ديالها باش تمشي في البنامج الحكومي ديالها وتقوم به في أحسن القيام شفنا بأنه الحمد لله فهذه المناسبة أنه يعني الفرق البرنامانية كلها يعني متماسكة وراء الحكومة كتدعم الحكومة بدون شرط وبأنهم تبعى يعني البرامج ومستعدين بأنه يواكبوا ويوصلوا لمساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم بها الحكومة وكتعرفوا بأنه كان مشاكل اللي هي مرتاف القصة ديال الماء قصة طويلة لنعود لكم عليها وسيد الوزير ناره هو يعرف هذا أكثر مني ولكن هذا إرت تقيل اللي كنحاوله في بعض في بضعة شهر أننا القولي الحل لا فيما يخص تحلية ديال المياه ولا فيما يخص التخونسفير ديال الماء ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العدل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غد نجيب بها في الشهر المقبلة إذن الدينامية كينا الحكومة مواصلة لعمل ديالها بجدية الأفق باين الكريز اللي كيبانو اللي هم حقيقيين يعني كان عالجوهم واللي هم مصطنعين وكان جاوبوا عليهم ولي كي همني أنه شفت بأنه الحمد لله وأساء الأغلبية اللي حاضرين معنا مشكورين كيدعموا وهما ولا الفرق ديالهم ولا الأحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومة بالنجاح حتى إن شاء الله تعطي النتائج اللي كي تسمنوا من هالمواطنين في أحسن الضغف اشتركوا في القناة